السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس 22 والدرس السادس في الوحدة الخامسة المرجع في الرياضيات للمستوى الثاني إذن نبدأ على بركة الله عنوان درس اليوم قياس السيات اللتر والسانتيلتر اللتر والسانتيلتر الهدف التعلمية أتعرف اللتر كوحدة لقياس السيات وأجزاء السنتيلتر وأستعملها إذن سنتعرف من خلال درس اليوم أن اللتر كوحدة لقياس السيات وأجزاء السنتيلتر وأستعملها نرسم ونلون مستوى كل سائل في الإناء المدرج إذن السائل الأول هو الزيت المطلوب أن نلون 75 سنتيلتر في الإناء بالنسبة للعصير واحد لتر بالنسبة للعصير واحد لتر إذن لا نتجاوز واحد لتر في العصير بالنسبة للعصير نوع آخر إذن المطلوب تلوين 50 سنتيلتر إذن 50 سنتيلتر الحصة الثانية أصل كل رسم بالبطاقة المناسبة إذن لدينا بعض الصور كل صورة تمثل مثلا مدة زمنية الكتلة أو الثمن أو الطول إذن لاحظوا معي في الصورة الأولى الساعة تشير إلى العاشرة و 15 دقيقة إذن هذه الصورة تشير إلى المدة الزمنية يعني تمثل المدة الزمنية بالنسبة للصورة الثانية كفة ميزان إذن كفة الميزان تشير إلى الكتلة تشير إلى الكتلة الصورة الثالثة هذا الإناء يشير إلى إلى السعة سعة مثلا البنزين أو شيء آخر إذن يشير إلى السعة الصورة الرابعة طفلين يقيصان طولهما إذن هذه الصورة تشير إلى الطول 50 دراما ثمان لعبة إذن هذه الصورة تشير إلى الثمن إذن أرتب الأوعية التالية من أصغر سعة إلى أكبر سعة بكتبة الأرقام 1 إلى 4 إذا نلاحظوا ما هي قرورة الحليب 75 سنتيليتر 75 سنتيليتر وكي نصل إلى اللتر يلزمنا 25 سنتيليتر كي نحصل على لتر واحد من الحليب إذن القرورة تحتوي على 75 لتران هذا الإناء أو البيدون كما نقول له يحتوي على لترين من البنزين لترين علبة الحليب 50 سنتيليتر وقرورة الماء المادني 1 لتر إذن من الأصغر إلى الأكبر من 1 إلى 4 إذا لاحظوا معايا أصغر الأحجم أندي أصغر سعة فن ليس حجم أصغر سعة هو الحليب والحليب قرورة الحليب وعلبة الحليب إذن سنقارن إذن الأصغر سعة هي 50 لتران 50 سنتيليتر عفوا 50 سنتيليتر تليها 75 سنتيليتر قرورة الحليب ثم لتر واحد من الحليب وأكبر سعة هي 2 لتر إذن 3 4 أثبت تعلماتي اللتر هو الوحدة الأساسية لقيص السعات يكتبوا اللتر يكتبوا اللتر وهكذا يستعمل اللتر لقياس السوائل كالماء والزيت والحليب إذن يستعمل اللتر لقياس السوائل كالماء والزيت والحليب واحد اللتر تساوي 100 سنتيليتر مع جميع السعة السوائل اللتر لليتر صنتيليتر سنتيليتر السؤال ت hacemos احيط الاواني والاوعية التي تحتوي اكثر من لتر واحد اذا اللحظوا معايا الوعاء الاول يحتوي على لتر واحد المطلوب الاوعية او الاواني التي تحتوي على اكثر من لتر واحد اذا لن نحط هذا الاناء الصورة التانية لطنجرة الضغط تحتوي على ستة لتر اذا ستة لتر اكثر من لتر واحد الوعاء الثالث يحتوي على اتنان لتر. اذا اتنان لتر اكتر من واحد لتر. هذا الكأس خمسة عشر سنتي لتر. اذا اقل من لتر. اه اه ادلو تلاتة لتر اذا اكتر من لتر واحد. احيط بطاقة السعة المناسبة. اذا الانية لها الكسرونة خمسة وسبعون لتران او خمسة وسبعون سنتي لتر. وش ممكن ان نا الكسرونة الانية هذي هي صغيرة تزل لها خمسة وسبعونة لا اكد. اذا الانية تحتوي علي خمسة وسبعونة سنتي لتر. اذا اه هذا الاناء. هذا الاناء عشرة لتر ام عشرة سنتي لتر. وكما قلنا. اذا ليس عشرة لتر وانما عشرة سنتي لتر. يمكن انه يحتوي على عشرة سنتيليتر. عشرة لتر كبيرة بالزعف. لا يتجاوز واحد لتر. بالنسبة لهذا البرات ابراق ابراق الشاي. نا واحد لتر واحد سنتيليتر. اذا اللي اعتبرنا انه ابراق من النوع الكبير فواحد واحد لتر. بالنسبة لهذا الكأس هاد الاناء المدرج كما كتلاحظوا اناء صغير خمسة وعشرون لتران خمسة وعشرون سنتيليتر. اذا ما انه اناء صغير فلا مستحيل انه يساء خمسة وعشرين لتر. اذا خمسة وعشرونة سنتيليتر. ولاحظوا ثم اصلوا كل اناء بالبطاقة المناسبة. اذا خمسة وسبعونة سنتيليتر. خمسة وسبعونة سنتيليتر. لاحظوا معايا. العصر في الاناء المدرج. خمسة وسبعونة سنتيليتر. خمسة وعشرونة سنتيليتر. العصر في الاناء المدرج خمسة وعشرونة سنتيليتر. مئة سنتيليتر. مئة سنتيليتر هي ومئة سنتيليتر. وخمسونة سنتيليتر. لاحظوا معايا. مئة سنتيليتر. وخمسة سنتيليتر هي خمسين سنتيليتر. وكما اه تعرفنا من خلال القاعدة فان مئة سنتيليتر هي واحد لاتر. اذا مئة هي واحد لتر. وهنا يشير الاناء المدرج الى خمسونة ثم ارتب الساعات من الاصغر الى الاكبر. اذا اصغر ساعة عندي هي ما هي اصغر ساعة? اصغر ساعة هي خمسة وعشرونة ثم لدي خمسونة ولدينا خمسة وسبعونة لحظة معي من خلال السائل المتواجد في الاناء. اذا الاصغر هي خمسون خمسة وعشرون خمسونة ثم خمسة وسبعونة ثم مئة تحتوي كل ساعة من العصر احسب بساعة العلبة. اذا كل علبة تحتوي على خمسة ساعة من العصر وسنحسب بالساعة العلب باكمل يعني اوشيه. ايه. سعة العلاب. اذا تحتوي كل علبتين على خمسة سنتي لتر من احسب. اذا غن ناخد خمسة سنتي لتر. ونضربها في عدد العلاب. اذا واحد اثنان ثلاثة اربعة. واحد اثنان ثلاثة اربعة. خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. اذا خمسة خمسة سنتي لتر في عشرة علب. اذا في عشرة. تساوي خمسونة سنتي لتر. اذا سعة العلاب هي خمسونة سنتي لتر. ملأت عائشة خمسة كؤوس ساعة كل منها ثمانية سنتي لترات. احسب كمية العصر المتبقي في عربة العصر. اذا عائشة ملأت خمسة كؤوس ساعة كل منها ثمان سنتي لتر. اذا اول شي سنعرف ما هي كمية العصر التي ملأت في الكؤوس. وذلك بضرب ساعة الكؤوس في عدد الكؤوس. اذا خمسة تمانية في خمسة. اول شي تمانية ضرب خمسة. تمانية ضرب خمسة. اربعون. والمرحلة الثانية. المرحلة الثانية سنحسب كمية العصر المتبقية. اذا كمية العصير المتبقية. اذا ساعة العلبة هي مئة سنتي لتر. سنطرح منها ساعة الكؤوس. المملوءة بالعصر. اذا ناقص اربعون. مئة. ناقص اربعون. اذا مئة ناقص اربعون. مئة. نطرح منها ربعين. سفر ناقص سفر سفر. سفر ناقص سنتي لتر. الى هنا. نكون قد وصلنا الى نهاية الفيديو اليوم. اضرب لكم معيدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.